إن الغرض من الفن هو إزالة غبار الحياة اليومية عن أرواحنا هكذا قال الفنان التشكيلي الشهير بيكاسو ومنها تتخذ قاعة لمسات بوسط القاهرة شعاراً لها بهدف دمج الفن في حياة المواطنين العاديين لإثراء حياتهم محدش بيوضح للشباب إيه هو الفن التشكيلي إيه هو الفن عمتاً؟ سواء تصوير ناحة خزف فن تشكيلي أشغال يدوية ما فيش حد بيقدمها للشباب أو لجيل الموجود اللي ممكن يقتني لوحة تكون من فنان أصلي يحطها في البيت عنده وتعد تلك القاعة هي أحدث قاعات الفن التشكيلي والفنون اليدوية في العاصمة المصرية حيث تعرض لأول مرة قطعاً فنية مميزة من أعمال الخيامية اليدوية قطعة الخيامية دي أنتيك بقالها 80 سنة يمكن الفنانة اللي عملها حاب يحتفظ بيها علشان عادةً بيحتفظوا بقطعة أو اتنين من سنين طويلة وبعدين صعب تنفذها تاني لأن فيها دقة فيها شغل كتير قوي وتتزين المعروضات بمنحوتات رائعة من أعمال رواد الفن التشكيلي في مصر أبرزهم الفنان العالمي الشهير رمسيس مرزوق مجموعته لها شكل معين لو تشوف أي صورة تقدر تعرف ده طريقة شغل دكتور رمسيس طريقة تصوير سينمائي مش تصوير مجرد بكاميرا صور هاوي لا دكتور رمسيس بيعتمد على الزلال كمان في شغل وتتروح أسعار اللوحات ما بين 100 دولار وحتى 1000 دولار كما تتيح القاعة بيع المقتنيات عبر موقعها على الإنترنت داخل وخارج مصر تزوير الأعمال الفنية الأصلية لرواد الفن التشكيلي المصرية وكذلك الأسعار الباهزة التي يطلبها الفنانون التشكيليون في لوحاتهم تلك هي الأزمات التي قد تعصف بالفن التشكيلي المصرية ومن هنا جاء افتتاح هذا المعرض لمواجهة ذلك وإحياء الفن التشكيلي من جديد في مصر لقناة الإخبارية محمد عبد الحكم القاهرة